يا مرحبا بك يا إيمان وشكرا أنت لبيتي دعوتي اليوم كنا نتكلم عن المبادرات الجديدة اللي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة للاستدامة السياحية وكانوا البنات يبوني يعرفون أكثر عن هالمبادرات وقلت أنت راح تكلمينهم بالتفصيل مرحبا بكم وأنا سعيدة جدا أني أكون ضيفة معكم أشكرت على ثقة تشافيني كوني مرشدة سياحية لمدينتي الجميلة أوضابي طبعا فقورة جدا عن المبادرات التي تطلقها هيئة السياحة في تنمية الوعي وارتفاع جودة الحياة في المدينة بهذه المبادرات تتعسس مكانة أوضابي كوجهة رائدة للسياحة البيئية المستدامة أو هاي المبادرات تحمل مواردة طبيعية التي نمتلكها وتضمنها للأجيان القادمة وواصلة الاستمتاع أيضا فيها من أهم المبادرات التي أطلقتها هي تقليل استهلاك الطاقة واستبدالها بالطاقة النظيفة أو بالطاقة الخضراء وأيضا تقليل الإنبعاثات الكربونية بوضع آلية قياس لنسبة الإنبعاث الكربون في بعض الفنادق أو معظم فنادق الإمارة نشوي كنا نرمس عن الفنادق الصديقة للبيئة فلو تخبريننا عن الأماكن المستدامة اليديدة اللي روم نزورها في بوضبي نحن الجهود نقدر نشوفها بالأماكن اللي نزورها مثل الأكبر مدينة تدعم من مباني الخضراء أو الاستدامة هي مدينة مصدر وأيضا من أحلى المناطق في إمارة أبوضبي والكل يتفق على حبها هي جزيرة ياس بأن المدن مبنية بأنها تقلل من استهلاك الكهرباء والماء وغير الكثير من الأماكن من أهم المعالب ومسج الشيخ زايد الله يرحمه قصر البطاني اللي نقدر نشوف فيه الفخامة ومن أحلى المشاريع اللي حاليا موجود في إمارة أبوضبي هي منار أبوضبي هي تجربة ساحرة تهيئكم حق التجارب اللي راح تشوفونها من خلال الأصوات من خلال الإضاءات لإحياء الجزر اللي موجودة في إمارة أبوضبي هي تجربة جدا ساحرة وجدا جميلة